أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سفير حسام زكي تضامن الجامعة مع الجمهورية اللبنانية في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عليها وذلك خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين كما أكد زكي على أن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة وأن أغراضه معروفة وعلى الجميع انتباهوا لها معتبرا أن السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع التمسك بها إننا نتضامن مع لبنان وحكومته وأهله بكافة مكوناته بلا تمييز في هذا الظرف الصعب ونقف صفا واحدا في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها وزرع بذور عدم الاستقرار فيها إن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة وأغراضه معروفة وعلينا جميعا أن ننتبه إليها ونساعد أهل لبنان في إفشالها فالسلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف